اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليها فضل الصلاة والسلام كتير بيسألوني على الجبرات هي بصراحة كانت خلصانة من عندي أغلبها كان خلصان وبرضه الفل أغلبها كان خلصان إن شاء الله وفرت الجبرات العريضة دي وفرت جزء منها هنشوفه في الفيديو بالأسعار وإن شاء الله يوم السبت هوفر خمات تاني وبرضه هطلع الحاجات اللي عندي وأقول لكم اللي موجود منها والدواسات اللي خلصت هنجيب غيرها إن شاء الله على يوم السبت إن شاء الله هتكون كل الخمات والساري وكل حاجة هتكون كاملة بأمر الله تعالوا ونشوف الفيديو ده كده ونشوف الجبرات الجميلة دي أسعارها إيه والتوب قد إيه يلا بينا نبدأ على بركة الله بص يا جماعة كده أنا أخدت لكم صور كده للجبرات لقطات كده وحطيت عليها المزورة بالطريقة اللي حضرتكم شايفينها دي كده عشان تشوفوا آآ عرض كل جبيرة قد إيه آآ هتتفرجوا عليها وتشوفوها وتشوفوا يعني الشكل اللي يعجبكم خدوا سكرين بالمزورة كده وهتعرفوا سعره من خلال الفيديو آآ وبعدين تواصلوا معايا إن شاء الله آآ في الحاجة اللي انتوا عايزين أقولت سهل عليكم الموضوع بدل ما نقعد نسأل آآ دي عرضها قد إيه ودي عرضها قد إيه أنا حطيت لكم المزورة عشان تعرفوا كل شكل عرضوا قد إيه بالزبط ودي كده وردات آآ اللي هي الجبيرات اللي هي عبارة عن وردة وبنشوفكم في بعض يوم هوردكوا برضو الصورة آآ بتاعة الطاقم ده على الجروب إن شاء الله هوريكم الصورة شكل الطاقم بالوردة اللي جات من شوية دي إن شاء الله آآ يلا نتابع الفيديو بقى عشان نشوف آآ أسعار الجبيرات الجميلة دي ايه ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين آآ دول أول شوية حاجات اتوفرت من خمات آآ الخياطة آآ عشان الحاجات اللي عندي طبعا كانت خلصت هنا تعبانة وكان أغلب الحاجات مش موجودة وناس كتير بتسألني خصوصا على الجبيرات آآ فأنا ابعت جبت الكنية دي هي جات لي شحط آآ من أستاذ محمد ناصر آآ هنفتحها مع بعض ونشوفها وإن شاء الله آآ يوم السبت بأمر الله آآ ممكن يتوفر الساري وبقيت الجبيرات الرفيعة وبقيت ألوان الطل أو الفل عشان آآ آآ أنا ما جبتش دلوقتي غير آآ آآ أبيض وآآ أو أفويت ولون كاكاو كده وهوفر بقى الألوان إن شاء الله على يوم السبت بعد بكرة بأمر الله هنفتحها بس كده ونشوف آآ آآ الجبيرات آآ آآ ألوانها حلوة جدا وخامتها حلوة جدا وممتازة جدا آآ دي أول آآ ده أول توب اهو آآ الشكل ده كده اهو آآ الطوب تسعتاشر متر مش تلاتاشر احنا دايما بنجيب التوب تلاتاشر متر ونص الأتواب دي كده تسعتاشر متر آآ التوب ده آآ تسعتاشر متر بمية خمسة وعشرين عريض زي ما حضراتكم شايفينه هو تقريبا عرضه حوالي خمستاشر سنتي تقريبا يعني في الحدود دي ده أول لون آآ ده لون تاني الله جميل جدا آآ شكله حلو جدا فعلا يعني آآ شكله طحفة جدا وعريض يعني آآ بصوا حضراتكم هو بعرضي آآ كف في ايدي يعني ممكن يبقى عرضه حوالي نشوفه كده بالمزورة حوالي تمنتاشر سنتي اهو تمنتاشر سنتي حلو جدا آآ شكله حلو وعريض ينفع لبيضات الانترية وينفع للميلايات آآ برضه هنشتغل من خلاله كده في الميلايات واللي حابة آآ تشتري منه آآ آآ انا معاكم يعني آآ برضو مية خمسة وعشرين التوب خلو بالكو تسعتاشر متر مش تلاتاشر متر ونص تسعتاشر متر طيب فيه برضو اللون ده آآ برضو التوب تسعتاشر متر آآ بمية خمسة وعشرين كل الاتواب دي كده بمية خمسة وعشرين وتسعتاشر متر هو الشكل ده كمان شكله حلو جدا هو كنز عنده حاجة بسيطة يعني هو اقل من ده حاجة بسيطة لكن هو تقريبا هو عشان ممكن يبقى عشان اتقل شوية كنز يعني حاجة بسيطة كده بس حلو جدا شكله ممتاز بصراحة. آآ ده برضو هو ده قريب من الشكل التاني. آآ ده شكل تالت اهو. الشكله حلو جدا برضو عريض. حلو قوي. آآ برضو الشكل ده. الشكل ده وتقريبا الشكل ده بمية. انا هتأكد بس من سعره. آآ هقول لحضراتكو. هو تقريبا الشكل ده بمية. آآ مش عارف هو بمية ولا بمية خمسة وعشين بس سواء تقريبا بمية. آآ الشكل ده برضو بمية. اهو. في منه ابيض وفي منه اللون الرمادي ده. آآ شكله حلو جدا جدا. آآ برضو الشكل ده اهو. آآ برضو بمية خمسة وعشرين التوب تسعتاشر متر. برضو الاتوايب دي تسعتاشر متر. ده اللي انا مش متأكدها من سعره بصراحة هتأكد من سعره. لكن ده التوب بمية تسعتاشر متر. طبعا تسعتاشر متر دي يعني التوب قد التوب العادي اللي هو تلتتاشر متر ونص. قده مرة ونص. ده اهو آآ برضو آآ نفس الشكل بتاع الرمادي ده. آآ السيلفر ده. بس آآ آآ لونه قفاية كده. تمام? آآ برضو بمية. في الوردات دي بتاعة الطقم الجديد اللي طالع. آآ الوردات دي. الطقم بياخد عشر وردات. هنبقى نعملو مع بعض ان شاء الله. الطقم بياخد عشر وردات من دي اتنين على الخدديات. وعلى الملاية آآ يعني كل خددية على اتنين. يبقى اربعة وستة على الملاية. آآ شكلها حلو جدا. الوردة دي كده اللي اتنين آآ بسبعة ونص. تمام? الطقم بياخد عشرة. فيه كمان برضو الشكل ده. اهو. برضو بمية خمسة وعشر. الطوب تسعتاشر آآ متر. كمان فيه ده. ده برضو بصراحة زي ده كده انا مش متأكدة. وتقريبا ده بمية. آآ ده ممكن يبقى ده زي الدول. لكن ده اللي بمية. اهو ده بمية تسعتاشر متر. عرضو آآ نشوف كده عشان تبقى عارفين بس عرضو اربع صوابع. تمام? اهو. آآ بمية تسعتاشر متر. آآ فيه الشكل ده. ده اعرض من اللي انا كنت جايباية بشوية. آآ ده الطوب تسعتاشر متر بستة وستين ونص. تمام? الطوب تسعتاشر متر بستة وستين ونص. فيه بقى آخر حاجة. آآ وردات الفل دي. اهو فل حلو جدا. برضو التوب تسعتاشر متر بتلاتين جنيه. التوب تسعتاشر متر بتلاتين جنيه. الاتواب اللي بتبقى عندي. آآ ببيعها بخمسة وعشرين بيبقى التوب آآ تلاتاشر متر ونص. ده التوب تسعتاشر متر بتلاتين جنيه. جبنا منه شوية كده. يعني اهو آآ هو حلو جدا بصراحة يعني هو فل كويس. آآ معقول. آآ بس هو للأسف ما عندوش جير الليونين دول. آآ دول شوية الحاجات اللي توفروا آآ بالأسعار هي. آآ اللي حابة تحجز حاجة فيهم تكلمني. واللي عايزة تنتظر ان شاء الله يوم السبت لما جيب بقى الشغل ان شاء الله من الموسكي. هقول لكم. هقوله لكم برضو بالأسعار ان شاء الله. آآ آآ اتمنى يكون الفيديو خفيفة عليكم ويكونوا استفدتم من أسعار الحاجات دي. واللي حابة تحجز حاجة تكلمني. وان شاء الله حجز لها اللي عايزة. اشوفكم على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة